اهلا وسهلا فيكم طلابنا الابطال من جديد اليوم يا جماعة الخير راح نحل انا وانتو اسئلة اتدرب واحل المسائل طبعا كل جماعة الخير حلول الاسئلة راح تلاقوهم موجودة على على جروب الواتساب تمام فضروري ان كو تكونوا مشتركين معنا بجروبات الواتساب كمان ضروري ان كو تكونوا مشتركين معنا بالقناة يا جماعة تمام الله يسعدكم تكونوا مشتركين بقناة اليوتيوب وكمان بتكونوا مشتركين معنا بجروبات الواتساب راح اتركلكوا رابط لجروبات في اول تعليق على القناة تمام الله يسعدكم خلينا نكمل مع بعض في حل اسئلة اتدرب واحد المسائل من درس مشتقة اقتران القوة حكينا هذا الدرس كثير مهم ورح نستعمل يا جماعة الخير قواعد الاشتقاق في جميع هاي الوحدة يعني احنا بالدرس الثاني الوحدة فيها ستة دروس الستة دروس راح يكون فيهم اشتقاق تمام الخمسة دروس قصدي هاذ واللي بعده تمام يلا على بركة الله خلينا نبدأ مع بعض في اول اشي اللي هو عن السؤال الاول اجد مشتقة كل اقترانة من الاقترانات الاتية عند قيم اكس المعطى باستعمال التعريف العامل المشتقة هنا طلب مني استعمل قانون التعريف العامل المشتقة واذا لاحظتم معطيني قيمة اكس لكل اقتران كل اقتران فيه له قيمة اكس السؤال الثاني طالب مني باستعمال التعريف العامل المشتقة لكن ما عطاني قيم اكس هون هنا ما في قيم اكس اللي اعوض مكانهم يعني بس بطبق على القانون المباشرة فتعالوا نشوف كيف راح نحل المسائل مع بعض يلا نبدأ باول سؤال عندنا اللي هو اربعة اكس تربيع لما اكس تساوي واحد تعالوا نشوف هيني كتابتها هون الان راح نبلش حل طبعا اللهم صلى سيد محمد نذكركم بالقانون هاي القانون راح نشتغل عليه اف فتح الاكس تساوي النهاية لما اتش تقترب من الصفر لف الاكس زائد اتش ناقص اف الاكس كلهم على اتش هذا القانون اللي احنا قاعدين هسا بنشتغل عليه يلا راح نبدأ اول شي عنا بهذا السؤال هاي النهاية طبعا هاي النهاية لما اتش تقترب من صفر في كل خطوة بكتبها يلا عندي اكس زائد اتش الان المفروض يا استاذي اني اشيل الاكس تربيع طبعا بنزل اربعة تمام باش شيل الاكس تربيع بعوض مكانها اكس زائد اتش يلا اول اشي بنزل اربعة بعدين بدي افتح قوس بدي اكتب داخل هذا القوس مكان الاكس تربيع يعني هاي هون فيه تربيع بدي اكتب اكس زائد اتش اذا كتبت الاكس زائد اتش مكان الاكس وحطيت تربيع ناقص الان بديك تنتبه بعد اشارة الناقص لازم انك تفتح قوس دائما بعد اشارة الناقص بديك تفتح قوس طبعا يلا ها نفتح قوس اول شي هسا بحكي عنها هاي قوس تمام الان هنا مكتب عندك ف ال اكس يعني بتكتب الاقتران نفس ما هو اربعة اكس تربيع ممتاز وكل ياتهم تقسيم اتش طبعا بديك تنتبه ان السؤال طلب منك المشتقة عنده واحد تمام فرح اجي اكتب اف فتحة الواحد الان رح اشيل كل اكس من السؤال واعوض مكانها واحد يلا نمسك المحاي نعوض مكان كل اكس واحد منشيل هاي تمام منشيل هاي ممتاز فرح يصير معاي واحد زائد اتش ناقص اربعة ضرب الواحد ايش تربيع شيرت كل اكس زي ما هو معطيني وعوضت ايش الواحد تمام يلا نكمل معنا نشوف ش رح يصير طبعا لازم نكون متذكرين كيف نفك القوس التربيعي في قبلها اربعة فبرجع بنزلها مرة ثانية النهاية لما اتش تقترب من الصفر هاي الاربعة وبفتح قوس لان عشان دفك القوس التربيعي ببعدها اوزع الاربعة فلازم افتح قوس يلا الاول تربيع يعني واحد تربيع زائد اثنين ضرب الحدين يعني اثنين ضرب واحد اثنين ضرب الاتش بتصير اثنين اتش فرح اكتب اثنين اتش هاي الاشارة دايما موجب انا بربع الثانية زي ما ربعت الاول يعني اتش حط عليها تربيع فبتصير اتش تربيع سكر القوس يلا هنا في ناقص طبعا واحد تربيع اللي هي واحد ضرب اربعة فالناتج اربعة كلياتهم على اتش يلا كامل يا استاذي اي النهاية لما اتش تقترب من الصفر طيب الان بدي اوزع الاربعة على جميع الحدود اللي موجودة عندي داخل هذا القوس فرح احكي اربعة ضرب واحد هاي الاربعة اربعة ضرب موجب اثنين اتش يعني اربعة باثنين هاي ثمانية فبكتب ثمانية اتش اربعة ضرب موجب اتش تربيع فبتصير موجب اربعة اتش تربيع طبعا عندك هناك ناقص الاربعة وكلياتهم على كام على الاتش ممتاز الان يا استاذي راح تلاقي معاك اختصارات طلا عندي اربعة موجب وعندي اربعة سالب بشطبهم مع بعض تمام يلا بعد هيك بعد هيك سيد العزيز راح يضل معاك هاي النهاية لما اتش تقترب من الصفر بيضل عندي ثمانية اتش زاد اربعة اتش تربيع كلهم على اتش الان راح تيجي تحكي ليستاذ راح اسحب عامل مشترك من عندهم شو العامل المشترك اللي هو اتش فبختار اتش بافتح قوس يلا اخدت اتش واحدة راح يضل ثمانية زاد هنا في عندي اتش ثنتين فاخذت واحدة فبظل عندي اتش الوحدة فبظل اتش واحدة هون يلا على عندي بالمقام هاي اتش اضرب صفر اللي هي صفر ثمانية زائد صفر الجواب كم ثمانية انتهى حل السؤال تمام يا جماعة ممتاز يلا نرجع للسؤال فوق عندنا فرع اثنين واحد ناقص ال اكس تربيع لما ال اكس تساوي سالد اثنين ممتاز تعالوا نشوفها واحد ناقص اكس تربيع اول اشي اف ال اكس تساوي واحد ناقص اكس تربيع لما ال اكس تساوي سالد اثنين يلا يا جماعة الخير ناس ما تعلمنا اول اشي راح نيجي نكتب القانون اللي هو اف فتح ال اكس تساوي هاي النهاية لما اتش تقترب من الصفر لا اف ال اكس زائد ال اتش ناقص اف ال اكس كل يعتهم على اتش طبعا انت قد ما راح تحل مسائل يعني هسا الثمن مسائل اللي انا كتبتهم لما انت ترجع تحلهم مرة ثانية مع حالك مش بالنظر لا تمسك ورقة وقلام او دفتر وقلام وتبلش تحلهم لحالك استادي راح تحفظ القانون تمام لانه كثرة الحل هي اللي بتخليك شاطر مش كثرة انك تحضر الحصة لا ان شاء الله تعيد الحصة خمسين مرة بس ما حلت بيدك ولا مرة مش راح تفهم تمام فعشان هيك بقولك لو تحضر الحصة مرة واحدة بس وتحل وراي احسن من انك تحضرها خمسين مرة بدون ما تحل تمام الله يسعدكم يلا هسا زي ما حكينا يا جماعة بدنا نشيل ال اكس اللي موجودة معنا بدنا نعوض مكان هكام طلب سالب اثنين فباجي بحط هنا هي سالب اثنين وهون هي سالب اثنين وهي هون هي سالب اثنين ممتاز يلا كمع منزل النهاية لما ال اتش تقترب من الصفر سالب ثنين اتش راح نعوضها في هذا الاقتران هي الاقتران واحد ناقص اكس تربيع ipsنزل الواحد والسالب وافتح قوس التربيع يعني هذه واحد ناقص بدي افتح قوس مكان الاكس تربيع شو بدي اكتب في داخل هذا القوس بدي اكتب السالب ثنين زائد اتش هاي سالب ثنين زائد اتش لكل تربيع ممتاز يلا عندي ناقص ناقص اثنين يعني بدي أعوض مكان هاي الأكس سالب 2 فبفتح قوس بحط دائما بعد إشارة الناقص ففتح لي قوس دائما واحد ناقص هاي سالب 2 مكان الأكس بحط عليها تربيع سكر القوس كلياتهم على H يلا ويساوي النهاية لما H تقترب من الصفر نشوف شو صار معنا يعني فين بواحد ناقص افتح قوس يلا بدي أفك القوس التربيعي يلا على القاعدة بنحكي الأول تربيع يعني سالب 2 تربيع شو رح تصير موجب أربعة فهي هنا موجب أربعة طبعا رح أضرب لثنين ضرب الأول ضرب الثاني يعني 2 ضرب سالب 2 ضرب الـ H 2 في سالب 2 هاي سالب أربعة وبنزل الـ H فرح تصير سالب أربعة طيب دائما زاد وربع الثاني عندي H شو تربيحة؟ H تربيع ممتاز يلا هاي نزلنا الناقص هسا عندي سالب 2 تربيع رح تصير موجب أربعة فواحد ناقص أربعة واحد ناقص أربعة ابنطرح يا أستاذي ونحط إشارة الأكبر لأنهم مختلفين تمام؟ الكبير إشارته سالب هايها رح نحط سالب واحد ناقص أربعة اللي هي كم؟ ثلاث فشو صار معاك؟ سالب السالب ثلاث ممتاز كل ياتهم على H مرة ثانية بأكد هاي الناقص اللي موجودة معاي هون أما هاي هاي نحطها بقوس السالب ثلاث هي ناتج تبع هذا القوس لأنه حكينا واحد ناقص أربعة اللي هو سالب ثلاث ممتاز إلان يا أستاذي بدنا نكمل هون يلا هاي عندنا النهاية لما H تقترب من الصفر بدي أوزع هسا إشارة السالب على الحد الأول وعلى الحد الثاني وعلى الحد الثالث دايما السالب بتتوزع للحدود تبعات القوس تمام؟ فرح أحكي واحد ناقص الأربعة لما وزعت عليها صارت سالب أربعة واحد ناقص أربعة اللي هي سالب ثلاث فباجي بكتب هنا سالب ثلاث يلا السالب رح تتوزع على السالب أربعة إتش فرح أصير موجب أربعة إتش السالب رح أعطيها للموجب هاي فرح أصير سالب إتش تربيع هسا سالب السالب شو رح يصيره مع بعض؟ موجب فهنا موجب ثلاث على المقام إتش ممتاز الآن يا أستاذي عندك هنا سالب ثلاث وعندك هنا موجب ثلاث فبقدر أني أختصرهم مع بعض تمام؟ رح يظل معي بالنهاية لما الإتش تقترب من الصفر رح يظل عندي أربعة إتش ناقص الإتش تربيع على المقام إتش ممتاز إذا أني أستاذي هنا فيه إشي مشترك اللي هو الإتش فبطلع إتش واحدة عامل مشترك يلا أخذت إتش من هنا شو رح يظل؟ أربعة ناقص هنا فيه ثنتين إتش خذ واحدة رح يظل إتش واحدة على الإتش اللي أصلا بالمقام إذا أنتيجي زي البطل بتحكي لي يا أستاذ رح أختصر الإتش اللي فوق مع الإتش اللي تحت فرح يظل أربعة ناقص إتش الآن أربعة ناقص الإتش أصلا تقترب من الصفر فبشيلها وبعوض مكان الإتش صفر أربعة ناقص صفر إلا الجواب أربعة إذن حلنا لهذا السؤال طلع معنا الناتج أربعة تمام ممتاز كيف دي أتأكد من حل النصح؟ بشتق على القواعد اللي تعلمناهم اللي هم عدد ثابت مشتقته صفر ما بكتبه فيه سالب اشتق الأكس تربيع اللي هي رح تصير اثنين اكس تمام عوض مكان الأكس زي ما حكالي سالب اثنين فرح تصير السالب اثنين ضرب سالب اثنين فبتطلع موجة بأربعة نفس الناتج اللي طلع معنا تمام يلا نيجي للسؤال اللي بعدي سؤال رقم ثلاث سؤال رقم ثلاث عنا إفل اكس تساوي اكس تربيع زائد اكس لما الاكس تساوي اثنين تعال نشوف نكتب افل اكس بتساوي اكس تربيع زائد اكس لما الاكس تساوي اثنين ولا سالب اثنين اثنين ممتاز يلا تعال محل هذا السؤال اول اشي رح نيجي نكتب القانون زي ما تعلمنا يلا هاي النهاية لما اكس تقترب من صفر لا افل اكس زائد الاتش ناقص افل اكس على اكس تمام يلا طبعا هون بنكتب قبلها اف فتحة العدد اللي هو كامل عدد مكان ال اكس اثنين ويساوي هسا تشيل كل اكس وحط اثنين يلا نعوض الرقم اللي هو اثنين هون اثنين وهون اثنين ممتاز فبعجب اكتب هاي النهاية لما اتش تقترب من الصفر يلا بدي اعوض اثنين زائد اتش مكان ال اكس تربية فرح تصير اثنين زائد اتش الكل تربية زائد فيه كمان اكس برضو بدي افتح قوس وعوض مكانها اثنين زائد اتش ممتاز يلا بحط ناقص اتفقنا انو انتو بعد اشارة الناقص اش باري اني افتح قوس يلا بدي اعوض الاثنين مكان ال اكس تربيع ومكان ال اكس فرح اكتب هاي الثنين تربيع مكان ال اكس تربيع زائد اثنين مسكر القوس وكل هذا المقدار تقسيم اتش يلا كمان مرم هاي النهاية لما ال اتش تقترب من صفر اول اش بدي افتح قوس التربيعي فرح احكي الاول تربيع يعني اثنين تربيع اربعة زائد بدي اضرب اثنين في الحد الاول ثنين ضرب اثنين اربعة ضرب ال اتش هي اربعة اتش طيب دايما زائد بربع الثاني اللي هو رح يصير اتش تربيع حلو وانا طبعا القوس فيه قبله اشارة موجب فالقوس ما بيأثر هنا بروح يعني زائد اثنين زائد اتش لكن لو انها سالب بوزحها عليهم بس هي موجب خلص بنزل هاي اشارة الناقص نشوف ناتج هذا القوس اثنين تربيع اربعة اربعة زائد اثنين هاي ستة كلياتهم على اتش الان يا استاد لو جيت انتبهت عندك هذا العدد اربعة وهذا العدد اثنين اربعة وطبعا موجبات اربعة زائد اثنين اربعة ستة صفر فبروحوا مع بعض تمام شوف هزا شرح يصير معنا بيضل معاي هاي النهاية لما اتش تقترب من صفر للخمسة اتش زائد اتش تربيع على اتش استاد شو خمسة اتش هاي اربعة اتش تمام بس انت انتبه هنا في موجب اربعة اتش وهنا في واحد اتش هايها واحد اتش فبحكي اربعة اتش وواحد اتش شرح يصيرو خمسة اتش ممتاز يلا الان بنزل النهاية لما اتش تقترب من الصفر في عندي هنا اتش و اتش فبنسحب عامل اتش عامل مشترك اللي هو اتش فرح يظل معاي خمسة زائد منشطب اتش واحدة فرح يظل اتش واحدة على الاتش تمام الان بقدر اختصر اتش مع الاتش بتروح وتعال عوض لي مكان الاتش سفر بتصير خمسة زائد السفر الا الناتج خمسة احسنت يا استادي احسنت اذا جوابها يش طرع معنا خمسة حلو يلا نشوف سؤال اربعة ما اعطيني اف الاكس تساوي اكس تربيع ناقص اثنين اكس زائد ثلاث لما الاكس تساوي سالب واحد تعالوا نشوفها هاي عنا اف الاكس بتساوي اكس تربيع زائد ثلاثة اكس تمام لا ناقص اثنين اكس لما الاكس تساوي سالب واحد طيب نشوف كيف رح نحل هاذا السؤال ركزوا معاي يلا اول اشي رح نكتب القانون زي ما تعلمنا يلا اف فتح الاكس تساوي النهاية لا الاتش تقترب من الصفر لا اف الاكس زائد الاتش ناقص اف الاكس كلهم على اتش وطبعا هسا زي ما تعلمنا رح نشيد الاكس اللي معانا شو نعوض مكانها الرقم الموجود اللي هو سالب واحد هاي سالب واحد وهاي سالب واحد وهاي سالب واحد تمام كلياتهم مكان الاكس الموجودة يلا فباجي بنزل النهاية لما اتش تقترب من الصفر بدي عوض السالب اتش سالب واحد زائد اتش مكان هاي الاكس ومكان هاي الاكس اما الباقيات بنزلهم يلا عندي اكس تربيع فبفتح قوس بحط سالب واحد زائد اتش الكل تربيع هاي مكان الاكس تربيع يلا فيه سالب اثنين بحط سالب اثنين وفتح قوس لأنه فيه X رح أنزل مكانها سالب 1 زائد H سكر القوس ضل عندك زائد ثلاث فنحط زائد ثلاث يلا هسه بنحط إشارة الناقص هاي تمام؟ وبنرجع نفتح قوس يلا زي ما عوضت السالب 1 زائد H مكان الـ Xات دور أعوض السالب 1 مكان الـ Xات فعندي X تربيع رح تصير هاي سالب 1 تربيع يلا ناقص 2 ضرب بشيد الـ X وحط سالب 1 وآخر شيء عندي زائد ثلاث وسكر القوس كل ياتهم على H طلعت طويلة شوي لسه ستصير طويلة أكثر بس كل ما طولت المسألة كل ما صارت الاختصارات ايش أسرع رح تلاقي هاي بتروح مع هاي هاي بتختصرها مع هاي زي هيك طلعوا كيف يلا هاي النهاية لما H تقترب من الصفر أول شيء بدي أفك القوس التربيعي بحكي الأول تربيع طب ما أنا عندي سالب 1 يا أستاذي لما حط لها تربيع شو رح تصير موجب 1 إذن هاي واحد تمام بدي أضرب هاي الثنين في ضرب الأول ضرب الثاني الثنين ضرب سالب 1 هاي سالب 2 ضرب الـ H يعني هون سالب 2H ممتاز يلا هاي السالب 2 هاي جماعة رح نوزحها للقوس الموجود يلا سالب 2 ضرب سالب 1 رح يصيره موجب 2 سالب 2 ضرب الموجب H هاي سالب 2H تمام وعندي هناك زائد الثلاث يلا بنزل هاي الناقص نشوف شو الناتج رح يطلع معاي سالب 1 تربيع هاي واحد سالب 1 ضرب سالب 2 طلعوا بناتهم ضرب فسالب ضرب سالب رح يصيره موجب و2 ضرب 1 هاي اتنين زائد مين زائد الثلاث فبحكي 1 زائد الثلاث ثلاث زائد الثلاث إلا الناتج هون ستة على H يلا تعالوا نشوف يا أستاذي الاختصارات اللي انت حكيتلي عنها يلا هاي نزلت النهاية نشوف عندك يا سيد العزيز أول إشي الواحد موجب تمام لا أنا بدي أختار الأعداد اللي لحالهم اللي ما محهم H 1 زائد 2 1 زائد الثلاث هنا برضو فيه ثلاث لحالها فبصيره الثلاث مع الثلاث هي ستة وعندي هنا سالب ستة مرة الثانية هاي 1 زائد الثلاث هي ثلاث زائد الثلاث فبصيره ستة وفيه أصلا سالب ستة فخلص كل الأعداد لغوا بعض حكتلكم لما تصير المسألة أطول بيصير اختصارها أسهل تمام؟ تمام تمام يلا نكمل ظل عندي هنا سالب 2H وسالب 2H هذولا ما باختصرهم يا جماعة هذولا بجمحهم فراح يصيروا مع بعض سالب 4H وفيه بالمقام H طب استاذ ليش ما اختصرتهم متى انا بختصر يا جماعة اذا كان عندي مقدار سالب زي سالب 2H ونفس المقدار بس موجب يعني سالب 2H ونوجب 2H هذول لا بروحوا مع بعض اما كتبتلك سالب 2H ناقص 2H فهي انا بعتبرها زائد سالب بحكي انه هذا المقدار سالب وهذا المقدار سالب فبجمحهم بصيروا سالب 4H وصلت يلا هون سالب 4H باجي باختصر الH هاي مع الH اللي تحت فبيضل الناتج سالب 4 انتهى حل السؤال لو انا مثلا حابة تأكد انه اذا حلي صح ولا لا بجرب اشتق على القواعد الاشتقاق يلا F فتحة X تساوي الـ X تربيع مشتقتها 2X ناقص الـ X لما يكون قسها 1 فبناخذ مباشرة المعامل واللي هو 2 يلا هاي الاشتقاق عوض لي سالب 1 اشوف F فتحة السالب 1 ويساوي 2 ضرب سالب 1 ناقص 2 طبعا 2 موجب ضرب 1 سالب راح يصيروا سالب 2 ناقص 2 طبعا انا عندي الـ 2 اشارتها سالب ولـ 2 اشارتها سالب لانه هاي اصلم عبارة عن موجب سالب تمام فبجمحهم فبصير الناتج سالب 4 نفس ما اطلع معنا قبل شوي ممتاز يلا نيجي للسؤال رقم حلين السؤال 4 الان سؤال 5 واللي بعديه راح يبطل فيهم قيم اكس اعوض بصير احل مباشرة تمام يلا رقم 5 عنا 4 اكس زائد 1 بدون قيمة لـ اكس يلا 4 اكس زائد 1 فباجي هون بنحط انه اف في الاكس بتساوي اربعة اكس زائد واحد بدون قيمة يلا باجي باشتق اف فتح الاكس على قانون التعريف العاملة المشتقة النهاية لما اتش تقترب من صفر لا اف في الاكس زائد اتش ناقص اف في الاكس وكلهم على اتش يلا نفس ما حالينا بالضبط نفس الخطوات فرح اجي اكتب النهاية لما اتش تقترب من صفر يعني الـ اكس زائد اتش بنعوضها مكان هاي الـ اكس بس في قبلها اربعة بنزل الاربعة بافتح قوس باش يد الـ اكس بكتب مكانها اكس زائد اتش حلو وفي برا زائد واحد هاي نزلتها ناقص ديمن بعد اشارة الناقص افتح قوس انا كاتب لك اف في الاكس يعني خذ الاقتران نفس ما هو اكتبه اربعة اكس زائد واحد وسكل القوس كلهم على اتش حلو يلا نشوف ش رح يصير هاي النهاية لما اتش تقترب من الصفر بدي اوزع الاربعة على القوس وبدي اوزع السالب على القوس اربعة ضرب الاكس اربعة اكس اربعة ضرب الموجب اتش رح يصيره موجب اربعة اتش حلو فيه هون زائد واحد يلا سالب سالب دخلها على الاربعة اكس فرح تصير سالب اربعة اكس دخل السالب على الموجب واحد رح يصيره سالب واحد كلهم على اتش شوف هسا يا استادي الاختصارات عندك اربعة اكس موجب عندك اربعة اكس سالب عكس بعض فبروحه عندك واحد موجب وعندك واحد سالب عكس بعض فبروحه شو بظل في البسط اربعة اتش طب تطلع بالمقام ظلت اتش يعني تطلع كل هذول راحوا ظل من فوق اربعة اتش وتحت اتش اختصر الاتش مع الاتش شو بيجي الناتج اربعة يعني كل المسألة شطبت بعض ظل اخر اشي الاربعة بس انتهى حل السؤال بدون معوض ولا اشي الجواب اربعة ممتاز والله شكلك شاطر يا استاذ اه يا اخوان انا سفاح تمام يلا هسا بدنا نشوف مع بعض سؤال ستة اللي هو بيحكي لي واحد ناقص الاكس تعالوا نشوف عنا هاد السؤال اللي بيحكي لك اف الاكس تساوي واحد ناقص الاكس يلا بدنا نحل هاد السؤال راح نكتب اول اشي القانون اف فتح الاكس وتساوي النهاية لما اتش تقترب من الصفر لا اف الاكس زائد اتش ناقص اف الاكس على اتش تمام نفس القانون يلا بدنا نعوض مكان الاكس فرح اجي اكتب هاي في واحد وفي ناقص بعد الناقص بنفتح قوس اتفقنا بشيد الاكس بحط اكس زائد اتش سكر القوس يلا هسا ناقص هاي برضو في ناقص افتح قوس نزلت واحد ناقص اكس مكانها كلياتهم على مين على اتش طبعا هون النهاية لما اتش تقترب من الصفر يلا هسا السالب راح تتوزع والسالب هاي راح تتوزع عشان هيك انا بفتح القواس لانه السالب بتتوزع فرح يصير بالنهاية لما اتش تقترب من صفر بنزل الواحد سالب فوتها على اكس بتصير سالب اكس فوتها على موجب اتش بتصير سالب اتش يلا كمل سالب فوتها على الواحد بتصير سالب واحد سالب فوتها على السالب اكس رح تصير موجب اكس على اتش في المقام شوف الاختصارات يا استاذي موجب واحد وسالب واحد راحوا سالب اكس وموجب اكس هاي كمان راحوا عندي سالب اتش على اتش طلعوا ما اضل اشي فوق غير الاتش السالبة والاتش الموجبة فبقدر اختصرهم مع بعض بيظل مكانهم ايش سالب واحد ليش سالب واحد لانه لما احكي لك اتش على اتش بتختصر الجواب واحد اما اذا كانت سالب اتش على اتش بتختصر فالناتج سالب واحد اذا بظل الناتج الاخير سالب واحد تعالوا نشوف يا جماعة الخير السؤال اللي بعدي يلا انتهينا من السؤال اللي رقمه خانشوف شو رقم هذ السؤال كان واحد ناقص اكس وين راحت الاسئلة اه هيهم اه اخلصنا من السؤال السادس الان السؤال السابع اللي بيحكي لنص اكس تربيع ناقص الواحد حلو نص اكس تربيع ناقص الواحد نعمل هيك بتروح كلها يلا افل اكس تساوي نص اكس تربيع ناقص الواحد تعالوا نشوف كيف راح نحل هذا السؤال راح نكتب نفس الاشي اففتح ال اكس تساوي النهاية لما اتش تقترب من العدد صفر لا اول اشي راح نكتب افل اكس زائد الاتش ناقص افل اكس والكل تقسيم اتش يلا وتساوي النهاية لما اتش تقترب من الصفر يلا بدي اكتب ال اكس زائد اتش ما كان هاي الاكس بس في قبلها نص وفي بعدها سالب واحد هاي نص هاي قوس عليه تربيع وهي سالب واحد بس بشير ال اكس بنعوض اكس زائد اتش تمام يلا بنحط ناقص وبعد ناقص بنفتح قوس بنكتب نفس الاقتران ثاني مرة اللي هو نص اكس تربيع ناقص واحد وكل المقدار على اتش يلا ويساوي هاي النهاية مرة ثانية لما اتش تقترب من الصفر هس عندي اول اشي بدي انزل النص افتح قوس الان دفك القوس التربيعي يلا الاول تربيع هاي اكس تربيع زائد بدي اضرب الاثنين في الحد الاول بالحد الثاني يعني اثنين ضرب الاكس اثنين اكس ضرب ال اتش اثنين اكس اتش مع بعض كلهم دايما نزاعد وربع الثاني هاي اتش تربيع يلا سكر القوس في بره سالب واحد الان يقوم السادي بتيجى زي الشاطر بتوزع السالب تفقنا بعد ناقص بنفتح قوس عشان تتوزع فهس رح تتوزع السالب عليهم السالب للنص اكس تربيع السالب للسالب واحد ستصبح موجب واحد كل هذا المقدار على H تمام نشوف ما سيصبح هسا سيدي العزيز سأوزع النص على الحدود كلياتهم يلا ستصبح معي النهاية عندما H تقترب من الصفر نص ضرب X تربيع هذه نص X تربيع زائد نص ضرب 2XH سيعطيك XH زائد لماذا؟ لأنه لدي هنا نص بدي أضربها في 2XH عندي 2 في البسط بتروح مع 2 بالمقام بضل XH يلا زائد النص ضرب H تربيع ستصبح نص H تربيع بنزل الناقص واحد وهي سالب نص X تربيع وهنا عندي موجب واحد كل المقدار على H شوف الاختصارات يا أستادي عندك موجب واحد مع السالب واحد راحت عندك سالب نص X تربيع مع موجب نص X تربيع راحت طبعاً رح يظل عندك XH موجب و نص H تربيع موجب هذا اللي رح يظل من السؤال فبكتب هذه النهاية لما H تقترب من الصفر عندي هنا XH زائد نص H تربيع على H الآن زي ما هي آخر خطوة بالعادة بهاي الأسئلة بسحب H عامل مشترك تمام رح يظل معي X زائد نص H على H اختصر ال H مع ال H رح يظل معك X زائد نص ضرب صفر ليش؟ لأنه بشيل ال H دايماً وبعوض مكانها صفر فرح يظل معي هاي بتروح طبعاً فبظل الناتج الأخير X إذن X زائد صفر الجواب الأخير X تمام نرجع لإيش؟ للكتاب عنا يا جماعة الخير آخر سؤال بظلها اللي هو 2X زائد 4 على 6 هذا رح أتركلكم يا أنتو تحلوه تمام؟ لكن حلو للي بحب يتأكد موجود حكينا بغروب الواتساب تمام؟ للي مش فايد بالغروب يبعث لي بس واتساب هذا رقم بس واتساب 079 0 9 4 3 4 8 9 تمام نبعث لكم يا نفس الطريقة هتحلوه أنتو لحالكم عادي يلا نشوف هذا السؤال بيحكي لك أوجد مشتقد كل اقتران مما يأتي يعني هنا بدي أشتق من سؤال 9 للسؤال 14 لكن بدون ما أستعمل تعريف العام متى أنا أستعمل التعريف العام؟ لما هو يحكي لك بالسؤال باستعمال التعريف العام للمشتقة أما إذا ما حكالي عادي بقدر أطبق قواعد الاشتقاق اللي بعرفها وأحل السؤال أسهل لي أصلا يلا تعالوا نشوف عندنا السؤال الأول هي Y تساوي 10X ناقص 6 على جذر الـ X الآن انتبهنا أنه في عندنا جذر أيوة بما أنه في عندك جذر لازم أنك تتخلص منه تمام؟ يعني راح أحكي أنه هي عبارة عن X الداخل على الخارج طيب لسه هذا الأكس الأسنص موجود عندي بالمقام إحنا ما بزبط نشتقها وهي في المقام حكينا الأشياء اللي بدها تبسيط الجذر والقسمة هيني بسطت الجذر ضايل القسمة فبدي أرفعها من المقام للبصد طيب شو راح يصير الشكل النهائي يا أستاذ هيك Y تساوي هي عشرة X ناقص عندي في البصد 6 هاي الأكس الأسنص لما رفعتها صارت X السالب نص الآن بقدر إني أشتقها يلا Y فتحها طبعا لما تكون الأكس أس واحد باخذ معاملها اللي هو عشرة ناقص يعني بدي أضرب السالب نص ضرب الستة يعني طلعوا كيف سالب نص ضرب ستة طبعا نص الستة اللي هو كم ثلاث بحط هنا ثلاث وما أنس أنه فيه إشارة سالب فالناتج هنا سالب ثلاث بس فيه سالب شو بصيره موجة بثلاث حلو هاي الأكس الآن الكسر كيف بكتبه بكتب المقام زي ما هو في الكسر وبطرح البسط ناقص المقام يعني سالب واحد ناقص اثنين هيك سالب واحد ناقص اثنين طبعا هاي عبارة عن موجة بسالب فسالب واحد وسالب اثنين شو بصيرو سالب ثلاث على اثنين هيك أنا بكون اشتقيتها لو أنا حبيت أني أبسط بحكي له هاي عشرة زائد ثلاث طبعا هاي راح أعتبر مقامها واحد ورح أنزلها للمقام لأن الأس سالب فرح تصير اكس أس ثلاث على اثنين وإذا حبيت أرجع شكلها لجذر بس بكتب جذر الاكس الداخل ثلاث والخارجي اثنين ما بكتبها تمام ممتاز شوف السالب اللي بعدي عندي واي تساوي اكس أس ثمانية ناقص اكس أس سالب ثمانية فرح نيجي نكتب واي فتحة تساوي بنزل الثمانية وراها هاي اكس å السبعة ناقص بد 1974 السالب ثمانية ورا هاي اكس بدي نقص من الأس واحد طبعا عندي سالب ثمانية ناقص واحد بعتبرها موجب سالب بتصير سالب ثمانية وسالب واحد يعني هاي سالب تسعة حلو وسالب السالب ش رح يصيرو موجب فالحل ثمانية اكس والسبعة زائد ثمانية اكس والسالب تسعة ممتاز يلا نيجي لسؤال 11 ايجوا الطلاب ينتبهوا يا أستاذ انه هنا في عنا جذر حلو رح نفيكها اكس الداخل على الخارج الداخل واحد والخارج اثنين الان باجي باشطاقها يلا واي رح تصير واي فتحة تساوي تسعة اكس والسالب ثنين بضرب السالب ثنين في التسعة رح تصير سالب ثمنتعش وهي اكس يلا بدي نقص من الأس واحد عندي سالب ثنين زائد السالب واحد ش رح تصير سالب ثلاث يلا زائد هنا فيه فلاث ضرب بدي اضربها فيه الواحد على ثنين لانه أنا هاي هيك صار شكلها ثلاثة X أس 1 على 2 بدي أضرب الواحد على 2 في الثلاث هاي ثلاث ضرب 1 على 2 وهي الـX بدي أحط أول إشي الـS المقام نفسه وبنقص 1 ناقص 2 هي سالب 1 بتصير سالب 1 على 2 تمام يلا وهي ساوي بدنا نرتب الحال هس أكثر هي سالب 18 X أس سالب 3 زائد 3 ضرب 1 هي 3 على 2 تمام انتبهنا أن الأس سالب طيب إذا الأس سالب بقدر أنزل المقدار للمقام يعني هاي كلها بدي أنزلها عند مين؟ عند اللي 2 فرح تصير X1 على 2 وإذا حبيت أرجحها لجذر بس بشيلها وبحط جذر X الداخل 1 والخارج نفس ما هو 2 يلا ممتاز نشوف يا جماعة الخير هذا السؤال عندي Y2S1 زائد جذر X على X خلينا نحلها هون Y تساوي 1 زائد جذر X على X طبعا هاي هي عبارة عن X1 على 2 مظبوط طيب المقام كم حد يا أستاذ المقام حد 1 حكينا إذا المقام حد 1 والبسط أكثر من حد فبقدر أوزع المقام على البسط هيك توزيع يلا شوف ش رح يصير رح تصير 1 على X زائد هاي عبارة عن X1 على 2 تقسيم X هاي X طبعا شوزها 1 وهنا 1 طبعا أنا ماشتقيت أنا ببسط ليش لأنه حكينا في عملية القسمة وعملية الجذر كل اللي بنعمله تبسيط قبل الاشتقاق فهنا تبسيط للجذر تبسيط للقسمة تبسيط ولسه في قسمة كمان بروح برفحها للبسط وهذا هسا بشوف كيف يلا لما رفحها للواحد بتروح بيظل X أس سالب 1 عكست إشارة الأس زائد الآن هنا فيه X وهنا فيه X في عملية القسمة الأس ستطرح يعني بكتب نفس الأشي X وبطرح الأس اللي فوق ناقص الأس اللي تحت يعني بحكي نص ناقص واحد طيب كيف هي بدي أعملها حكينا بخلي نقص المقام الثنين بنقص البسط من المقام واحد ناقص الثنين اللي هي سالب واحد فرح تصير سالب واحد على الثنين ممتاز هاي هي جماعة الخير مين هاي هي Y أنا لسه ما شتقيت أنا مرة ثانية بسطت يلا إmaan بدي أشتق Y فتحها تساوي X السالب 1 فبروح بنزل السالب 1 X وبنقص من الأس 1 فبصير سالب 2 يلا زائد نزل السالب نص وراها هاي سالب واحد على ثنين في X نقص من الأس 1 فبخلي نفس المقام وبطرح البسط ناقص المقام يعني البسط اللي هو سالب واحد ناقص المقام الثنين بعتبرها زائد سالب فبصيروا سالب ثلاث بجمعهم هاي سالب ثلاث على اثنين إذا نحبين نرتب الحل أكثر لأنه القس سالب بنزله لتحت اللي أصلا فيه تحت واحد فرح يظل من فوق سالب واحد على نزلها ويعكس إشارة القس بدل ما هو سالب اثنين شو صار موجب اثنين يلا موجب سالب هاي سالب بظل من فوق واحد وفيه تحت اثنين يلا بدي نزل الاكس عشان تصير موجب القس هاي اكس وصار بدل ما هو سالب ثلاث على اثنين موجب ثلاث على اثنين إذا حابت بصتها وكتبها آخر شي جذر الاكس الداخل ثلاث والخارج تربيعي ممتاز يلا نشوف سؤال سؤال مين سؤال ثلاثتاش لاحظوا فيه عملية قسمة يعني لازم نبسط قبل أرفحها من المقام للبسط يلا فرح تصير ستة اكس والسالب ثلاث زائد ثنين اكس والسالب ثلاث ناقص ثلاث انا ما اشتقيت انا بسطت لانو عملية قسمة يلا هي ويفة تساوي بضرب السالب ثلاث ضرب الستة فبصير سالب ثمنتاش اكس والسالب اربعة لانو بزيدها زائد سالب ثلاث ضرب سالب ثلاث سالب اثنين ضرب اثنين هاي اربعة سالب هي اكس ناقص من القص واحد فبصير سالب ثلاث وهي طبعا عدف ثابت فمشتقتها صفر ما بكتبها تمام واذا حبيت ابسط بس بنزلهم للمقام سالب ثلاث سالب ثلاث هنا طبعا سالب وموجب بصير سالب وفيه بفوق اربعة على نزل اكس اس سالب ثلاث بتصير اكس اس موجب ثلاث خلص حلها يلا اخر سال معنا لليوم عندي وي تساوي عشرين هاي جاهزة بس في عندك جذر تكتب ليها اكس الداخل على الخارج هسا بنشتاق وي فتحة تساوي خمسة ضرب العشرين اللي هي مية اكس اس اربعة زاد عندي ثلاث ضرب واحد على ثلاث لان رح اضربها فيها يعني زي هيك واحد على ثلاث ضرب ثلاث بيروحوا مع بعض شو بيظل واحد يعني خلص بكتب اش واحد بكتب اكس وبطرح البسط من المقام هاي المقام ثلاث واحد ناقص ثلاث هاي سالب ثلاث وهي عدد ثابت ما بكتبها اذا هيك بيكون انتهى حل السؤال اذا هيك ان شاء الله بنكون حلينا الاسئلة يا جماعة الخير من السؤال واحد لسؤال رقم اربعة عشر في الجزء القادم رح نحل الاسئلة من رقم خمسة عشر لعند رقم اربعة وعشرين فبتمنى يا جماعة الخير انكم تكونوا مشتركين بالقناة ويكون كل طالب حل المسائل اللي انا حليتهم تمام جايب دفتر او ورقة او قلم وحل المسائل وراي بس خلصنا هاي الحصة تمام بنشوفكم ان شاء الله بالجزء القادم والله يعطيكم الف عافية اشتركوا في القناة